يا أهلا وسهلا بكل أهلوية مرة تانية عدوا معينا كده أربع مطشوات الحمد لله لمسيماني مع النادي الأهلي بدون هزيمة يعني فيهم تعدوا الواحد طبعا مع بيرميدز في ظروف استثنائية وظروف خاصة حضراتكم تابعتوها يمكن كان في محاولة لتكرارها مبارح أو استنسخها يعني كان فيه بانلتي كده اتحسب بالحب زي ما بيقولوا بس يعني مع لنا الشنوي كان أكتر من رائع بطل الحياة والشنوي دي يمكن رابع بانلتي بيصدها الحقيقة للرجل عامل سيزن ولا أروع نص فرقة الأهلي أو نص قوة الأهلي الدفاعية في محمد شنوي وكل الرجال الحقيقة عشان ما ظلمش حد كانوا أبطال وبعيدا عن الأداء في الملعب وبعيدا عن النتيجة أنا فيه حاجة لفتة نظري قوي في رجالة الأهلي مبارح ودي تحسب لرجالة الأهلي لعبة الأهلي ولمسيماني كمان بما أنه تولى المسئولية في توقيت صعب جدا يعني أي حد تقول له أنت داخل على تعالى تولى مسئولية نادي زي النادي الأهلي شعبية وجماهير وضغوط إعلامية وضغوط على كل مستويات وتخش على مواجهة مهمة جدا زي قبل نهاية دوري أبطال أفريقيا قبلها بأسبوعين مسئولية مش سهلة على الإطلاق لكن يتحسب له الحقيقة حالة التركيز مبارح الحقيقة كان فيه كمية كبيرة جدا من الضغوط على النادي الأهلي في نهاية السيزن في الدوري تحديدا يا سراء ولو تفتكري الانتقادات والوقفات اللي معنادي الأهلي ضغوط من الجماهير في بعض الأوقات ضغوط من الإعلام في أوقات تانية ورغم كده الحقيقة الناس بعدت وطلعت من كل حالة الضغط دي وركزت فيه أهدافها ومبارح وهنقف بالتفصيل بالأرقام أنا محتاج جدا أدلل على الكلام ده لبقول حضراتكم بمجموعة من أهم الأرقام النهاردة قدرت الحقيقة أنها تطلع بعيد عن كل الضغوط دي وتقدم واحدة من أحسن مطشط الأهلي سيزن الحالي وتفوز على الودات في ملعبه 2-0 مبروك للنادي الأهلي طبعا ولجماهير كنت تتخيل سيناريو أحلى من هذا يا أحمد؟ أنت كنت متخيلا برح سيناريو 1-0 أنا قلت لك 1-0 وانت قلت لي هجبلك اللي أنت عايزة لو حصل 1-0 بصي يعني أنا طبعا دايما متعود أنه الأهلي بيحقق نتاج إيجابية وشفت يعني كتير فيه مطشط في الزاكرة وما بتتنسيش الترجي في تونس الودات في المغرب الصفاقسي في تونس وغيرها 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 لكن السيزن ده السيزن ملغبط كده السيزن فيه توتر وفيه شدة أعصاب وفيه تغيير جهاز فني وفيه كورونا وفيه رجوع بعد كورونا بدروب داون في المستوى فيه إصابات فيه غيابات فيه إقافات يعني بص الدنيا ملغبطة جدا فلما تبقى طالع على المطش الناس كلها بتقول نهائي مبكر طبيعي جدا تبقى يحط إيدك على قلبك وتبقى بتتمني بس نرجع بتعادل إيجابي يعني أنا كان أقصى أماني بأحلم بها مبارح أننا نرجع من المغرب بواحد واحد اتنين اتنين رجعنا باتنين صفر الحمد لله وإن شاء الله ربنا يتممها على خير ويهمنا أحمد أنه زي ما أنت قلت أنه ما يبقاش فيه بقى يعني فرحة بزيادة نسينا أن الأهم هو اللي جاي ولسه عندنا مباراة الإيجاب ولسه مباراة النهائي أكيد بس خلينا نبقى متفقين برضو عشان ندي كل حاجة حقها إحنا الكرة دلوقتي في ملعبنا يعني النهاردة بيدي لا بيدي عمر زي ما بيقولوا مطشين اللي جايين هيتلعبوا في القاهرة عندنا أريحية وعندنا أفضلية وعندنا جنين في جبنة يساعدون بشكل كبير جدا في مطش العودة وبالتالي إن شاء الله كل اللي محتاجينه تركيز ونعتبر أنه الاتنين اللي جوم هناك أنهم مجوش ونلعب يلا نفتح من أول وجديد صفحة جديدة مع الوداد وإن شاء الله بإذن الله نقدر نحسم طبعا التأهل للنهاية الأفريق